موسيقى صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم لهذه الحلقة من كلام بيروت ما جرى في الجامعة اليسوعية وتطورات سوريا وإيران في صدارة صحف بيروت إلى جانب الشأن الداخلية اللبنانين وتابعها اليوم مباشرة على الهواء من الستوديو مع عضو الأمان العامة لقوى الرابع عشر من أذار الأستاذ نوفل ضوء استاذ نوفل صباح الخير من الجديد صباح نور رح نبدأ الحلقة العديد من الصحف اليوم بالعنوين موضوع اليسوعية ولكن بالجمهورية اليوم كان لافت العنوان حزب الله يطوق اليسوعية قبل الدخول بالكلام بالكاريكاتير لغانم بالجمهورية وتحت عنوان إشكال في اليسوعية على خلفية تحريضية رسم والدا يسأل ابن الطالب شو تعلمته اليوم فيرد الابن مبادئ التحريض أصول الشتيمة والاستفاف الطائفي فضل لا في شغل نقصة كمان عم بيعلمونا كانوا مبارح أصول مواجهة أمريكا من الجامعة اليسوعية طبعا الشباب كانوا رايحين يتظاهروا أمام السفارة الأمريكية بعوكر احتجاجا على تشليح إيران السلاح النووي وعلى تشليح سوريا سلاح الكيماوي وعلى انتشار قوات الطوارئ الدولية بجنوب لبنان وتأمين الأمن لإسرائيل وعلى أرار نتنياهو مبارح من بعد الاتفاق النووي بين إيران والغرب بإطلاق 800 مستوطني جديد بقى هذي الجماعة معودين على التظاهر على التعبير عن الرأي ضلوا الطريق بين السفارة الأمريكية بعوكر والجامعة اليسوعية في بيروت فعلينا جميعا أنه ناخد بعين الاعتبار هذا الواقع وهذا حادث عرضي بسيط مش مشكلة اليوم إذا ضيعوا 15-20 كيلومتر فرق وحولوا التظاهر بتعرف يعني فائض القوة عند حزب الله ما في ضلوا مكبوت يفترض أنه الأهالي يتظاهروا بين وقته تاني هذي مش حزب الله هذي الأهالي هذي كتيبة الموتوسيكلات اللي بتمشي ما خصوا فيها حزب الله هذي إن لوحدهم بطريقة عفوية بيتصرفوا هذي الجماعة وكان لابد من الاحتجاج تعرف أنه اليوم محور المقاومة تزلط من كل سلاحه وهذي اللي سماها الرئيس بري صفقة العصر هذي صفقة العصر على أفاهن كله نسوا طبعا أنه اليوم هذي يعني اللي عم بيصير بالمنطقة فعلا مدعاة إذا بدك سخري طويلة عريضة مجموعات طويلة عريضة بتشلح أول ورق أو تاني ورق أو تالت ورق أو بتقول لك أنا ربحت بيذكروني بيهونيك واحد بالزمان بالما نسمي اسمه ع بكرة الصبح قالوله طيب أنت عم بتواجه حافظ الأسد قال وشو قدرتك على مواجهته قال لهم أنا إذا رح واجهه إذا ربحت بكون ربحت وإذا خسرت بكون ربحت وإذا مت بكون ربحت يعني هود الجماعة هيك مدالهم محافظوا على مصالحهم مصالح شو شو استراتيجيتهم بالمنطقة العلمي أنا من 30 سنة لليوم كانت استراتيجيتهم أنهم يكبوا برميل ماء كل واحد كل مواطن عربي بيكب سطل ماء على إسرائيل بيغرقوها صرنا هلأ نية استراتيجيتهم كيف كل واحد منهم بيكب أزيفي على مواطن عربي طيقت له ويخلص منه ويبقى هو بالحكم يعني نحن لعلمنا أنه من 78 لليوم على الأقل بإيران ومن 73 أو من أول من السبعينات لليوم بسوريا كان هدفهم يمحوا إسرائيل من الوجود ويعملوا توازن استراتيجي بالسلاح مع إسرائيل اليوم صار شو هدفهم وحنا من غير شر كمان جماعة المقاومة كان كل هدفهم يواجهوا إسرائيل بال2006 تخلوا عن منطقة أمنية طويلة عريضة وعملوا بافر زون بالجنوب وسلموا للقوات الدولية وطلعوا قالوا انتصرنا وأمنوا الأمن لشمال إسرائيل بسوريا تخلوا عن السلاح الكيماوي مقابل أنه يرتدوا على شعبهم ويقتلوا وقالوا أنه والله نحن ربحنا وهلأ إيران تتخلى عن مشروع العسكري النووي وبتفقد سلاح أساسي من اللي هي كانت تقول معمول ضد إسرائيل وبيقلوا لنا أنه ربحوا هؤلاء الناس كيف يخسروا بدي أرجع لموضوع اليسوعي ولكن هون في هذا الإطار كان كنا عم تطالبوا أنه خلي الجابة مفتوحة والحرب قائمة وبالتالي ما تعملوا أي اتفاقات تأدي إلى السلام نحنا ما عم نطالب بس ما فيهم أنا ما عم طالب لتبقى الحرب مفتوحة ولتبقى الحرب مسكرة بس أنا عم بعمل مؤارنة صغيرة إذا حكومة الرئيس السانيورة راحت عملت مفاوضات تتخلص لبنان وبعتت الجيش اللبناني عجنوب بعتت الجيش بيكون هاي دي خيانة وباي على المقاومة لإسرائيل وأمريكا إذا هن تخلوا عن السلاح الكيماوي وتخلوا عن السلاح النووي وبكرة بيتخلوا عن المواجهة مع إسرائيل مثل ما تخلوا عنه اليوم حزب الله وبيصير عم بيواجه بإيران وعم بيواجه بسبع أيار وبالجامعة اليسوعية بيكونوا هن أبطال عم بيواجهوا إسرائيل وأمريكا لك عيب عليهم بقى يستحوا وأكتر من هايك جامعتنا بقى حاجة مرعوبين وخايفين وحاجة بقى مش عارفين شو بدون يعملوا كي بدون يتصرفوا يقوموا كلهم سوا يخبروا العالم حقيقة الأمور اللي عم بتصير والعالم وعي تمام والعالم قدرة تستوعب وحاجة بقى عايشين بحالة عم بيجربوا يخوفونا فيها وعن بيجربوا يخبرونا أنه هن ربحوا وهن انتصروا عالمين ربحوا وعالمين انتصروا هن كانت معركتهم ضد إسرائيل إذا صارت معركتهم ضدنا ومفكرين حالهم انتصروا بيقلهم عبكرة الصبح يا فتاح يا رزاق فشروا لا هن فيهم ينتصروا ولا الأكبر منهم فيهم ينتصر علينا أنا بدي سلم جدلا أنه عملوا صفقة مع أمريكا هن اليوم وأمريكا باعتنا لإيران وسوريا وحزب الله ما سبقوا أمريكا باعتنا بالـ 75 لسوريا وما قدروا عملوا معنا شي وبيعتنا بالـ 82 لسوريا وما طلع منهم شي وهلأ إذا رجعوا بيعونا لا هن ولا الأمريكان ولا الأكبر منهم رح يطلع منهم شي يعني ما بدنا نكون ما بدنا نكون هيك من قبل الضو عم نكون انفعالين بس في مطرح من المطارح بدون يفهموا هذي الجماعة أنه قوع بقى يجربوا يتطاولوا وأنه هايدي عملية التطاول إذا كانوا كل مرة يعني بيخسروا انتخابات بالعراق بتطلع براس أياد علاوي بيخسروا انتخابات بلبنان بتطلع براس سعد الحريري بيخسروا حرب ضد إسرائيل بتطلع براس بيروت وسبعة أيار بيخسروا النظام بسوريا بتطلع براس الشعب السوري بيخسروا حرب ضد أمريكا بتطلع براس الشعب الإيراني تجويع وحالة اقتصادية مزرية لك ما يفكرون أنه نحن عميان وما بنقشع بس أنه كل مرة نتصرف نحن كأم الصبي بيفكرونه انه جماعة ضعاف ومش فهمانين اللي عم بيصير اهم مشاغل يفهموا هود الجماعة كلهم انه نحن عارفين تماما اللي عم بيصير والشمس شارقة والناس قاشعة وعي جربوا يخوفونا وهي الحرب النفسية اللي عم بيعملوه علينا لاهني ولا الاكبر منهم نقدروا يعملوا حرب نفسية ميات الوف الصوريخ زدتوا السوريين على الاشرفية وعين الرماني وزحلي وما طلع بييدون شي مش هود 30 الف صاروخ والاربعين صاروخ اللي ملكوا الحزب الله اليوم بدون يخوفونا ويخوفوا الاشرفية ويخوفوا المسيحيين ويخوفوا 14 أدارب لبنان ويقلبوا موازين القوى لا مش بهالطريقة بتنقلب موازين القوى ولا بهالطريقة بيطعطوا مع شعب نعم بتنخلي شي لباء الحل بعد ما بلشنا نعم بعد ما بلشنا بالعودة لأشكال الياسوعية بيحصل بأي جامعة بلبنان هكذا اشكالات ولكن اليوم شو الفرق بالجامعة الياسوعية انه خسروا بالانتخابات حصل نوع من التحريض الطائفي هل هو هاد خلفية فيش اكبر هود الجماعة ما فيهم يتقبلوا الاخسارة وهود الجماعة قدام ناسهم قدام ناسهم عطول بدهم يظهروا انه هن ربحانين يعني الكذب على ناسهم مستمر وبكل اسف ناسهم بيصدقوا هن مفاكري يعمل لك انه مبارح شو الى قيمة يا خمي اذا عاملين انتوا انت صار طويل عريض عامريكا واسرائيل تجوا عالجامعة الياسوعية روحوا احتلوا السفارة الامريكية وش حطوهم من لبنان ولا هلأ صاروا امريكان حلفاء كون شو يروحوا يتظاهروا على القوات الدولية وش حطوهم ما خلص هن حكموا الشرق مش هالك عم بيقولوا هلأ ايه انه بهذا الاتفاق النفوذ السوري الايراني ومحور المقاومة من سوريا لا ايران لا حزب الله هن ربحوا وحكموا المنطقة مش هيك يشيلوا كل هالعالم من هون دخل الجامع الياسوعية بهذا المسار اسألهم شو عم يعملوا هونيك اشكال طلابي يعني انا اللي بقول العيب مش انه هن يعملوا اللي عملوه مبارح العيب بعدة تصرفات اخرى وبدو يسمح لي الجيش اللبناني بكل محب اليوم قول هيدا البيان معيب اللي صادر ومسار اخلال بالامل لا يتدخل بدو هيدا البيان معيب بس في قوة امن لانه خبرك شغالي ما لش الاجهزة الامنية اللبنانية كلها سوا التصرفة مبارح معيب وتبرير التصرفة معيب اكتر ولو بسبعة بسبعة قاب هاو دي الناس اللي نزلوا يتظاهروا طلابنا قدام العدلية ويقولوا بدنا العدالة بيتدعوسوا كانوا عم يتظاهروا مبارح بتجي ناس من مطرح لمطرح وبيطوقوا جامعة وبتوقف التدريس بالجامعة والدليل انه اليوم اذا ما صار شي مبارح ليش الجامعة مسكرة اليوم ليش الجامعة مسكرة اليوم وبيطلع بيان مثل اللي طلع انه مصار ولا مصار اي اخلال بالامل اللي السبب ما تدخلنا شو يعني من هلا وراح لكان بدنا ندعي شبابنا انه كم واحد منهم يضحوا ويقوموا كل واحد بيقرب علينا نرأعوش بدن خلي الجيش اللبناني يتدخل هيك بدون يعني هيك بدون طيب اذا اذا واحد هاجم عبيتي انا وفايت يسرقني او فايت يعتدي علي ببيتي بيجي الجيش اللبناني وقوى الامن بيوقفوا تحت البنية بيقلولي ايا بعد ما سرق بس يسرق منلقطو لأ ما فيه شي هني بيخبرونا عنه اسمه الامن الوقائي هذا الامن الوقائي يعني ان حزب الله والجيش اللبناني والقوى الامنية بيسمحولي روح اتظاهر قدام مدارس المهدي انا مثلا بالضاحي كان فيه قوى امن داخل ومين عبيلك القوى الامنية كلهم كلهم انا ما عم بستثني حدا انا وانا عم بحكي هون كمان كسلطة سياسية لانه انا مقتنع يعني مغير كتير لبنانيين هاو ده اللي بيعتبروا انه الجيش اللبناني وقوى الامن هني مؤسسات مستقلة بحد ذاتهم لا هاو ده ناس ينفزون القرار السياسي للحكومة اللبنانية القرار السياسي للحكومة اللبنانية وللسلطة السياسية اليوم فيه حدا بده يحسب بهالموضوع ولا خلاص كل واحد فتع حسبه بالجمهورية بدي تابع ما جاء ببعض الصحف بتقول انه خطوة مفاجأة او من خارج السياق افتع الحزب الله اشكال بالجامعة اليسوعية احتشدت عناصر من الحزب امام المدخل بشكل استفزازي وذلك فيه عقب عقب خسارة الطلاب فريقة بيني ادار بالانتخابات وكتابة شعارات على جدران الجامعة تشيد بحبيب الشارتوني لدي متهم هو بغتيال الرئيس بشير الجميل لانه صار فيه كلام انه هايدي جامعة بشير الجميل اجوا كتبوا على الجدران انه حبيب الشارتوني ونحنا منحبه حزب الله طيب انا بدي اسأل ما عد بدي اسأل حزب الله ولا عد بدي اسأل الجيش اللبناني اخذوا حصتهم اليوم من وجهة نظري بالموضوع انا بدي اسأل طيار الوطني الحر بالزمان اجوا الاسلاميين المتطرفين السنة عملوا غزوة بالاشرفية على السفارة الدنماركية اي قامت ايامتهم وبرروا بهايدي الغزوة عملية تحالفهم مع حزب الله مبارح غزوة حزب الله على الاشرفية بالمحل ذاته هادي ما بتستدعي منهم شي موقف يقلولون لحزب الله استحوا على القليلة والطلاب بكرا بيطلع بيام من الحزب الحزب موديه هادي الاهالي الاهالي اه الاهالي تعرفها مسرحية زيادة الرحباني هذا غضب الاهالي بس ما كانوا كلهم من الاهالي كان فيه من طلاب الجامعة واضح جدا كلامي واضح جدا يعني اما اما الطالب اللي بده يتسجل بجامعة اليسوعية بده يخضع لقوانين الجامعة وللبيئة يلي الجامعة عايش فيها واما عمليا يعني منكون منكون فعلا يعني انا بسأل حالي سؤال سمعنا النائم محمد رعد من كم يوم عن بيقول ما بتصبط بيئة المقاومة مع سقافة السهر والملاهي والملاهي بالله يعني خايف كمان بكرا يوصلوا لمرحلة يقولوا لنا ما بتصبط بيئة الجامعة اليسوعية مع البيئة المقاومة وبالتالي بدنا نغير هوية الجامعة اليسوعية خلوني عارفوا خلوني عارفوا بدون هذه البيئة عازم بدون لا هن مشكلتهم وين هن بيفوتوا على هذه البيئة مش تيتكيفوا معا لا يغيروها لا يغيروها طبعا وبدوني انا كلهم صبعا نلحقهم وهيدي الجامعة اليسوعية وغير جامعات من الجامعة الانطونية من الجامعة الانطونية والجامعة اللبنانية انا بديلك اكتر من هك فيه شي خطير عم بيصير بالجامعة اللبنانية فيه شي خطير جدا عم بيصير بالجامعة اللبنانية معك خبر انه في بعض دكاترة مسؤولين عن الدكتوراه بالجامعة اللبنانية بيمنعوك تعمل اي بحث في موضوع على علاقة بحزب الله اي رسالة ماجستير او اي رسالة دكتوراه الا علاقة بموضوع له علاقة بسلاح حزب الله بيمنعوك انك تعملو حتى لو كان من حزب الله بيعملها لا لو كان من حزب الله بيطلع عظيم بالاخر بيقول لك ايه بيبرهن لك كيف هي شرعية سلاح المقاومة بس اذا بدك تعمل دراسة جامعية اكاديمية عن مواقف الفرقاء اللبنانيين كلهم من موضوع سلاح حزب الله بيرفض لك ايه للموضوع وبيقبلوا لك ايه باهم جامعات فرنسا وبيقبلوا لك ايه باهم جامعات العالم وعندك هون بيبعث لك شقفة ورقة مكتوب عليها انه الموضوع مرفوض بدون ما يقول لك ليش ولكن اذا بدنا متل ما عم بتقول اعادة النظر ساعتها يعني بدك تعمل جامعات طائفية هاي جامعة بشير الجميل جامعة الامريكية شي تاني الجامعة الحدث شي تاني وبالتالي الطلاب بصيروا مقسمين كل طالب بروح على منطقة انا ما بدي اعمل جامعة طائفية بس حزب الله بده يفهم انه ما فيه يعمل بلد مذهبي على اياسه انا ما بدي اعمل جامعة طائفية والدليل انه نحن منفتحين على بعضنا واللي بدك ايه وجامعاتنا عم تستقبل الطلاب المسلمين وعلى الرحب والسعة بس انا بدي اسأل سؤال حزب الله بيقبل انا روح على جامعته ارفع علم القوات اللبنانية عنده نعم بيقبل طب فيه شي مش معقول يعني ما فينا نظل مكملين بالشراكة انه اللي إلي إلي واللي إلك إلي وإلك هايدي ما عادت شراكة هايدي صارت تهمزة صارت قوانطة صارت تشبيح سميه اللي بدك ايه طيب وهون فيه واقع بدون يفهموه الجامعات المسيحية تحديدا شو انا ما عم بقولي سكروا الجامعة امام المسلمين هذا عيب وهذا موضوع مرفوض ولكن عليهم ان يقفلوا ابواب الجامعة امام الطيارات التي تسيء الى التعايش المسيحي الاسلامي فيه طيارات واضحة بالبلد معروفة لا تريد دي هذا البلد ان يكون فيه تعايش وبالتالي على الجامعات ان تعيد النظر بعملية النسب وعملية طريقة قبول الطلاب يعني هون هايدي عملية بتحمي حالك فيها وعم تحمي السلم الاهلي بالبلد نحن نبارح قديش كنا بعيد عن مشكل بالبلد قديش كنا بعيد قديش بده يعني بيان الجيش انه ايه ما ضربوا بعضه لو ضربوا بعضه كانت دخل بس مين قالك انه لو ضربوا بعضهم كانت وقفت عندها الحدور نعم طيب عارفنا مبارح انه ايجا ناس من سد البوشرية ايجا ناس من الفنار ومن جدايد ومن كسروان على بيروت مبارح كمان طيب رح انتابع معك بالموضوع وغير الموضوع ولكن معنا عبر الهاتف مباشرة النائب جون جاسبيان صباح الخير استاذ جون صباح الخير صباح الخير لضيفك العزيز صباح النور مع الوزير بتحب تتابع بالموضوع او بكف اللي قاله بعتاد اللي قاله كافي وواضح ومعبر وبنفس الوقت هو بعبر جميع غالبية اللبنانيين انه ما حدث بالامس امر مرفوض ومستنكر ونحن نرفض الاساءة لرموز نعتبرها رموز وطنية كتير كبيرة وايضا نرفض ورفضنا منطق الاستكبار والعودة الى منطق السلاح والكوة والتهويل والتهديد وكل مظاهر التي تتنافى كليا مع المفاهيم والقيم الديمقراطية وقيم العلم والمعرفي والثقافي والانفتاح نعم استاذ جون يعني من فريق 14 ادار تم تكبير هذا الموضوع بتشوف لانه هناك خوف بانه ان يحصل ما حصل ابلي سعي بغيره من الجامعات اما انه الموضوع في اطار الطالب والله الموضوع اوصع واكبر بكتير من مسألة بس اليسوعيه طبعا نحن نتخوف على المستوى الوطني لانه نعتبر ان حزب الله اخذ البلد الى المجهول يعني هو ذاهب الى تفريغ المؤسسات الى مؤتمر تأسيسي جديد على اساس الغاء كل مفاهيم من ساق 43 واتفاق طائف والغاء ثقافة الديمقراطية المساخية في لبنان والغاء منطق العيش المشترك والكيان المستقبل كيان المستقبل او انه الغاء مفهوم لبنان وطن نهائي لكل ابنائه هذه الخطورة وبالتالي اي حدث بيصير من هذا النوع هو مؤشر لهذا المخطط اللي بغاية الخطورة الذي كليا كليا يتعارض مع مفهوم لبنان لبنان التنوع او لبنان نبي سيلي او لبنان النموذج او لبنان اللي قادر على احتضان كل ابنائه من هون نحن نعتبر انه مسألة الامس مسألة بغير خطورة وليس محصورة ومحدودة بإطار الجامعية او بإطار اشكال محدود وموقعت وانتهى ولكن استهجان شي طبيعي على الخطاب السياسي المتشنج الكلام التحريدي الموضوع المذهب الطائفي بينعكس على الداخل بالجامعات وبغيرها من المؤسسات طبعا طبعا من كل الافريقاء سلمان المسألة مش مسألة خطاب بس المسألة بقتل إجراء حزب الله رفض اه بيانة بعبدها البعض اعتبر انه رفض البيان من حيث اه البندة احداش او اطناعش اللي بيحكي عن تحييد لبنان ومشكلته هي مشكلة التدخل او المنقرات او الغماس بالحرب الدائرة بسوريا لذلك رفض بيانة بعبدها المسألة ابعد من هيك هو رافض بيانة بعبدها لانه هو رافض دستور الطائف لانه هو رافض المتاق الوطني لانه هو عنده مشروع مؤتمر تأسيسي جديد وانا بقول لكل الناس المعتبرين انه حزب الله رأي على المتالة هذه الشغلة صارت ورانا لا متالة ولا مرابعة ولا اي شيء في عملية انقلاب في عملية انقلاب تدريجي على على المساق الوطني اللبناني ان كان 43 ان كان الطائف او كان كل المقومات كل المقومات الاساسة اليوم انوجد هذا البلد من هون خطورة ترجع بقلك في خطورة كبيرة لهذا المشروع واليوم هذه الخطورة زادت لانه اليوم بيعتبر حزب الله انه مسألة هذا الاتفاق بين الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن زاد المانيا مع ايران انه هذا الاعتقاد جعل مما يسمى قوى الممانعة اقوى وافضل حالا محليا واغليا واغلميا وبالتالي بيعتبر نفسه انه هو اليوم صار بموقع اقوى وقادر يفرض شروطه بالداخل اللبناني وقادر يفرض ايران قادر تفرض شروطه على مستوى المنطقة ككل لذلك علينا كلبنانيين نكون وعيين لمخاطر كل ما يحدث في لبنان اضف طبعا الى مسألة استجرار الحرب السورية الى الداخل اللبناني اضف الى مسألة التشنج والتوتر والتعبئة المذهبية وجعل لبنان ساحة بديلة عن الساحة السورية نعم استهجران اليوم في اطار توالي الانتصارات لهذا الفريق فريق 8 ادار بعد الموضوع السوري اليوم الصفقة الايرانية مع الغرب عم بشعر انه كأنه الفريق الاخر اليوم بموقع الرافض لأي حتى مبادرات لو اجت من 8 ادار عموضوع الحكومي عموضوع الرئاسي حتى يعني ازا بدنا نقول تضبيط الوضع بالبلد الداخلي كأنكم ما تكون ترفضوا ما بدكن نحن يعني بداية نؤكد انه على حزب الله الانسحاب فورا من سوريا والعودة الى الدافل اللبناني والالتزام ببيان بعبدة وبنفس الوقت نحن عنا كل استعداد لحتى نقعد بهذه الحوار ونقحس كل المسائل ترتبط بالسلاح والمخاطر اللي عم بيوجهها لبنان هذا موقفنا واضح نحن مع الحوار مع الانفتاح ولكن بنفس الوقت لن نقضى لمنطق القوة ولمنطق السلاح او لمنطق التهديد والتهويل موقفنا بهذا الاطار واضح علينا انه نحمي الجمهورية يا عم الجمهورية بخطر الامور رايحة للمحل اللي كتير 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 غلط مش بس مسألة احداث هنا وهناك وبالتالي عندما الحزب بده يقر انه هو حزب لبناني انه يعمل من اجل لبنان وانه هناك في حاجة وضرورة ان ده يكون هذا البلد يكون لجميع اللبنانيين وليس يكون دولي لخدمة حزب واحد لديه اجندة ايرانية هونيك الامور بتبدأ بالبحث بالمسائل والتفاصيل ونحن بالنسبة للحكومة ما عنا مشكلة بالاعداد تسعة تسعة ستة وسبعات وثمينات هاي دي كلها قصص ورانا نحن البهمنا لبنان الى اين بقى نرجع نحمي دستور الطائف بقى نرجع نحمي الديمقراطية الميثيقية بقى نرجع نحمي العيش المشترك بلبنان وبنا نواجه كل المخططات اللي اخذ لبنان على تغيير ثقافته وتغيير كل المقاومات اللي على اساسها تم بناء هذا الوطن نعم النائب جون جاسبيان شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة استاذ نوفل كنت عم بتقول قبل ما ناخد مداخلة استاذ جون انه بيقبل حزب الله نروح نحن نستفزه او نتظهر امام جامعات او مؤسسات او نطالب ببناء كنيسة بقلب جامعة اسلامية خي ما ما فيه شي مش طبيعي خلينا نحكي الامور متل ما هي طيب بده مصلى بالجامعة اليسوعية وبده مصلى بالجامعة الانطونية وبده مصلى بجامعة الحكمة بيقبل اعمل انا معبد لسانت ريتا ولا معبد لمريم العدرة ولا معبد للمسيح بجامعات اسلامية اسألي جنراء خي ما بدي اسأل حدا انا بدي اسأل العالم كلها سوى بهذا المنطق بعدين انا بدي الفط الانتباه بالجامعة اليسوعية لنسكر هالموضوع ونخلص منه اللي صار بالجامعة اليسوعية مبارح مش حادث معزول وانا بدي نبه القيادات المسيحية الحزبية القوات والكتائب والاحرار وكل المستقلين وكل وكل البيئة المسيحية نحنا قلنا اكتر من شهر شهر ونص شهرين ثلاثة اربعة عم بيعمل حزب الله هيك عمليات جس نبض بالشارع المسيحي ساعة بعين الرماني وساعة على اوتوستراد ميرنا الشلوحي بسن الفيل وساعة بجديدة وساعة بيقطع طريق ارتبة وساعة بينزل بالموتوسيكليات ما بعرف لوين على الاشرفية وغيرها يعني وكأنه عم بجرّ بيشوف هود الجماعة اديشيني رخوين اديشيني رخوين تمهيدا لمحاولة الانقضاد اكتر على المنطقة انا برأيي انا برأيي انا بللك شغلي معلش هدفهم هدفهم يبلعوا البلد كله سياسي مبلوع لا مش مبلوع بعد لا لا مش مبلوع وينو المبلوع شو يدريني يعملو هني صدقت هلا انه هني ربحوا شو ربحوا دي خليش ما عملوا حكومة دي خليش ما عملوا حكومة بلد مشلول لا عال مشلول بيكونوا ربحوا هني فين يعملوا شغلي واحد فين يخربوا اذا التخريب هو ربح عظيم حطوا ايدهم على العراق من خلال امصان صود وسبعة ايار على اياد علاوي ربح الانتخابات مش هيك عطلوا نتيجة الانتخابات جابوا المالكي ادروا حكموا العراق اه في رئيس حكومة اسموا المالكي بخص ايران بس شو ماسك بالعراق كل يوم خمسين تفجيروا كل يوم خمسين امبلي وكردستان منفصلة عن العراق والجنوب بيفتع عسابه والوسط بيفتع عسابه كل واحدة بسوريا شو عملوا بقوا بشار الاسد بالحكم لاقت سوريا طيب بلبنان عم بيخربوا البلد وعم بيهني عم بيتسببوا بمجهة كل هود العالم المتطرفين على البلد شو بيكونوا عم بيربحوا البلد هني هني بيخربوا هني ربحهم بالتخريب هيدا منطق الربح واذا بدنا نمشي بمنطق الربح طبعهم لنسلم جدلا لنسلم جدلا انه منطبق منطقهم علينا نحنا انه اكتر شي فيون يعملوا بيستلموا الحكم بالبلد منكون احنا ربحنا اللي كيف ما اللي بيتخلى عن صلاح النووي وصلاح الكيموي بيكون ربح اذا نحنا صلاحنا رح نتابع معك أستاذ نوفل ونحكي موضوع التكفريين وايضا موضوع بالسفار الإيرانية موضوع زيادة الرئيس فري لطهران وبعض الشؤون الداخلية بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيلوت مع عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذارة الأستاذ نوفل نوفل بموضوع التحقيقات بالتفجيرات السفارة الإيرانية الكلام اليوم يتجه باتجاه يعني تكفريين القاعدة وحتى داعش وراء هذا الموضوع وبالتالي هذا الكلام قيل بالسابق أنه موجود القاعدة هون وحتعمل تفجيرات وحتخرب الوضع الداخل اللبناني وفي معلومات عن سيارات ولوحات كل أسف مين دخلهم هون أنا وانت دخلهم هون إزاحة سعد الحريري عن الساحة السياسية في لبنان و نوع من الفراغ اللي عملوه بالقيادة السياسية السنية في كتير أوقات لا و إصرار سعد الحريري وقوى الاعتدال السنية على دور أم الصبي التي تحمي السلم الأهلي في البلد بالسياسي ما في شيء اسمه فراغ بالطبيعة ما في شيء اسمه فراغ عندما يشعر البعض بأنه مصالحه ومصيره وأمنه بخطر يلجأ إلى المحرمات في كثير من الأحيان وأنا هون ما أني عم ببرر أنا عم بقرأ الأسباب لأنه اليوم أنا إذا كان عندي مريض بالسرطان ما فيه إجاهة للمرض وقول هذا الزلم عنده جريب بسيط تعال شو أنا بدي أطلع بالسبب الحقيقي هذا السبب الحقيقي واضح عكل حال هذه القاعدة وهذا التطرف الإسلامي السني هذا في جانب أساسي منه صنيعة النظام السوري وصنيعة النظام الإيراني يعني اليوم طالبان فتح مكتب تمثيلي بطهران واليوم المفوضات بين طالبان وطهران أتسردات عائلة أسامة بن لادن بس أبعدت من أفغانستان لجأت إلى إيران وعندما كشف أمره بإيران لجأت إلى سوريا وبالتالي هذا النظام السوري والنظام الإيراني تاريخهم في اللعبات الأصولية وبعدين خلينا يعني ما كانت القاعدة مطرح ولا كان حدا سمع فيها بعد وقت اللي كان أسلوب الانتحاريين عم بيشتغل وعندنا بالبلد تحديدا ما بدي يقول أنا العمليات الانتحارية اللي صارت ضد الجيش الإسرائيلي هذه بتصير بجانب مقاومي إذا بدون يصير مش مشكلة بس ثقافة الانتحار بلاش حزب الله مش حدا تاني وبإلك أكتر يعني بد يروح أعتي مثل لشبه الشيء بالشيء نفسه لا بدي يقول مقر المارينز ولا بدي يقول مقر الميزليين ولا بدي يقول مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي بدي يقول السفارة الأمريكية في لبنان ما فجرت بانتحاري مش هيك مين هذا الانتحاري كان قاعدة كان قاعدة هيدا كان من جماعة حزب الله طيب وبالتالي هن اللي اخترعوا هيدا القصص والتكفيريين وقت اللي بيحكوا عن تكفيريين بالقاعدة وصنة وداعش واللي بدك ياه صحيح هادي اليوم تكفيريين بس أبت تكفير أول فتوى تكفيري سمعنا فيها بالعصر الحديث أمتى مش ضد سلمان رشدي نا مش اندفع ملايين الدولارات لقتل سلمان رشدي طيب وانصحبت على ناس في لبنان أيضا على كتاب في لبنان أيضا طيب اليوم بيقلولك عن أكلة القلوب أنه في واحد بيقتلك مرأ هذا الفيديو لا 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 عامل لك ايه بس ما في هون عندنا كمان ناس بيقطش لنا إيدينا وروسنا شو الفرق يعني أنه في ناس بتيكل مقادم وناس بتيكل فوارغ اللي عم ينعمل هون عم بيبرر ما يقوم به فريق مري أدار هذا ثقافي وحدة عندما قالت 14 أدار تتذكر من 7-8 سنين نزلت بانويات على الطريق نحنا منحب الحياة مش هيك؟ كنا عم نحكي عن هاو كلهم نحنا كنا عم نحكي أنه نحن في مواجهة هذه الثقافة ثقافة الموت والانتحار من وين ما إجت تجي حكيت عن أم الصبي بدك الاعتدال الثني يتخلى أو 14 قدرت تتخلى عن أم الصبي بقى وتروح للمحل تاني؟ لا بس أوقات أم الصبي لازم تعمله كف إذات شو هلت؟ لازم تعمله كف مش لازم تقتله بس لازم تعمله كف يعني ببعض أوقات هايدي الطبوية الزايدي ما بتجوز وأنا برأيي ما بقى جوز هيك في مطرح من المطارح حزب الله بده يفهم وكل المجتمع اللبناني بده يفهم والمجتمع العربي بده يفهم والمجتمع الدولي بده يفهم أنه هذا شعب في لبنان ليس قطيع مش إذا بقلنا الأمريكان يعملوا هايك بدنا نعمل مش إذا بقلنا السعود يعملوا هايك بدنا نعمل مش إذا بقلنا الإيراني والسوري يعملوا هايك بدنا نعمل ليش على دور ما بدك ليش على دور كون كنتوا تقبلوا هلأ على دور كون بطلتوا تقبلوا إذا أول شي بيدور شو؟ بيدور كون عيام ما كنتوا حلفة مع أمريكا وكنتوا تقبلوا منون اول شي ام تقبلنا منون ام تقبلنا منون وقت اللي بيعونا لسوريا قبلنا منون وقت اللي لزمونا لسوريا قبلنا منون اعملنا اوامنا من ال75 للتسعين ورجعنا اعملنا حفلة مقاومة جديدة من ال90 لل2005 فتنا على الحبوس والنفينا ودعوسونا وحبسونا وقتلونا وبهدلو فينا وهجرونا ومنعونا نشتغل وقطعونا ارزائنا واللي بدك ايه وما استسلمنا بقى هادي الخبرية ما بقى ما بقى حدا يخوفنا فيها ولا بقى حدا يهتنا فيها لانه هادي اللي بيعتبروه مزل لقلنا هو مفخرة نحن ما بحياتنا كنا ما بحياتنا كنا يعني طبعا ما اعتمدنا اسلوبهم بس كنا نكن حلفة كنتوا كنا في حق اشعال لك عندي قضية من يتبنى قضيتي انا حليفه ومن يريد انه يبيعني ويشتريني طويلة عرقبته انه يبيعني ويشتريني وانا اقبل ما بلايش عم تنغصوا عليهم ما عم ننغص شو ساحتان عقلهم اول شي مش عم ننغص عليهم بس عم نخبرون عم نخبر الرأي العام شو هو طبيعة الانجاز اللي عملوه اليوم فيه تغيير استراتيجي عم بيصير بالمنطقة العدو لم يعود اسرائيل العدو اصبح الشعوب العربية والاسلامية بالنسبة لقلون هن في مواجهة شعوبهم ولم يعودوا في مواجهة اسرائيل ما فيه سلاح يعني بشار الاسد ما عنده مشكل يستغني عن ورقة بلا شبيو خبرنا من سنة السبعين كيف عم يبني توازن استراتيجي مع اسرائيل بسلاح الكيماوي مجرد انه بيتخلى عن السلاح الكيماوي بس يخلوه الامريكان بالمقابل يقصف بالطيران ويقوص صوريخ على الشعب السوري ما فيه مشكل ما فيه مشكل الايراني بيستعد يستغني عن برنامجه النووي العسكري كله سوا مقابل انه يرجع يلطقت شوية مصاري وهلأ بنحكي عن الخطة الايرانية المستقبلية ولاش هن الجماعة بيقولوا انه انتصروا اليوم هن مع تقدين انه الانتصار سيكون من خلال الاتي بسلموا السلاح النووي الايراني او المشروع النووي الايراني بيتوقف بيجي الغرب ما فيه توقيف للتخصيل بلا شو بدي بتخصيل خصب انا لتلاتة فاصلة خمسة ولا لخمسة بس ما فيه سلاح ما فيه سلاح نووي ما فيه قنبلة نووية بديه ولد كهرباء مش فرقاني معهم تعرف البرنامج النووي الايراني امت ابلش هدي هدي عم بقراءات مبارح بالتحضير للحلقة اكتشفتها من سنة الالف وتسعمية وستة وخمسين مع شهر ايران الامريكان بلشوا المشروع النووي الايراني الامريكان وبالتالي اذا كانوا مفكرين العالم اليوم يعني انه اه اذا ايران ولدت كهرباء على الطاقة النووية مين منعهم مين منعهم اذا استعملوا الطاقة النووية لاغراض علمية وطبية واقتصادية ما حدا منعهم كل العالم ما حدا عنده مشكلة وهذا حق لكل الدول هلأ ايران بهذا الاتفاق دخلت نادي الدول نادي الدول النووية وما دخلت نادي الدول اللي عنده سلاح نووي انا اليوم بديقول اذا استغنوا عن هذه الورقة العسكرية في السلاح النووي مقابل العقوبات الاقتصادية هني هدفهم بالاساس شو هو خبرونا انه هدفهم اسرائيل بس هني هدفهم مش اسرائيل هدفهم الخليج العربي كله وهدفهم منطقة الشرق الاوسط مد نفوزهم الى هذه المنطقة اليوم اللي عملوا جماعة هني مع تقدين انه بالتخلي عن هذه الورقة بيطمنوا اماركا والغرب بيرجعوا بفوتهم 150 مليار دولار بيرجعوا يبعطوا مصاري لجماعة المالكة بالعراق ولجماعة بشار الاسد بسوريا ولجماعة حسن مصر الله في لبنان جفت التمويل جفت بشكل كتير كبير وبالتالي فكرهم هني انه بيستغنوا بدل ما يستخدموا السلاح النووي لفرض سلطتهم على الاخرين في المنطقة بيرجعوا بيستعملوا السلاح الاقتصادي مرة تاني في مواجهة هذه المنطقة ولكن اكتر شغلي في من يعملوا اكتر شغلي في من يعملوا بهذا المنطق بيضربوا المالكي بيضربوا اياد علاوي بالعراق وبيضربوا ساعد الحريري بلبنان وعلموا انه واحد سني واحد شيعي وهذا اكبر دليل انه ما عندهم مشكلة بهالموضوع هني عندهم مشكلة سياسية ومستعدين يتحالفوا مع السنة التكفيريين اذا بيعملوا مصالحهم وما بيتحالفوا مع السنة المعتدلين اذا بيعملوا مصالحهم وهني من منطلقهم كشيعة متطرفين مستعدين يضربوا الشيعي المعتدل في مقابل الحفاظ على سلطتهم هني اكتر شي في من يعملوا بلبنان وسوريا انه يحاولون مثل العراق بيحطوا واحد خيال صحراء بيكون حاكم او مفكر حاله حاكم وبيفلت البلد كله سوا اذا هذا اللي بدون يوصلوا له بتصور انه هني فيتين بأزمة جديدة ايضا لانه مثل ما عم بيهددوا السعودية وعم بيهددوا دول الخليج بكرة هني كمان من جوا يعني ما ننسى انه من سنتين كان عندهم ربيع طهران وكان عندهم ثورات وكان عندهم انتفاضات وكان عندهم كذا بالنهاية فكره انتهى بس من مطرح من المطارح بدون يرجع يفرق هذا ويتعلموا من تجربة الامريكان الامريكان اخترعوا اخترعون هني يعني ما ننسى شغلي الامريكان اخترعوا التطرف السني من خلال القاعدة في افغانستان لضرب الاتحاد السوفيتي ورجعوا ضربه وبنفس الوقت اخترعوا التطرف الشيعي بالثورة بايران على حدود الجمهوريات الاسلامية بالاتحاد السوفيتي السابق على امل تطويق الاتحاد السوفيتي بقوق من الاسلام المتطرف لإسقاط الاتحاد السوفيتي من الداخل مثل عادتهم الأمريكان أخطأوا بسياستهم وجاء البابا الكاتوليكي يوحن بولوس الثاني من قلب أوروبا الشرقية من قلب بولونيا وأسقط المنظومة الشيوعية في العالم من خلال الاعتدال المسيحي وليس من خلال التطرف الإسلامي اليوم هني إذا عم بيجربوا يلعبوا لعبة أمريكا إنه والله نحن بنخلق تطرف تنمسك الدول اللي نحن هدفنا إنه نمسكها غلطانين كتير هذا التطرف سينقلب عليهم ورح يضربهم هني بالداخل ومش رح يعفيهم ولا بأي لحظة من اللحظات من عملية زيوله ونتاجه سواء اعتبرتوا منه إنجاز أو منه صفقة العصر ولكن صفقة العصر عقفاههم طيب اليوم واضح أنه فيه دور كبير لإيران بالمنطقة هي الدولة الأقوى بالتعاون مع روسيا وأمريكا وكأنه الغرب تخلى عن الدور الخليجي عن الدور المملكة العربية السعودية تحديدا يا صاحبي أولا أجعل لك هذه الصورة اللي أعطيتها يعني هني عم بيعطوا هذه الصورة بس إنه اليوم يعني مصر أقوى ولا إيران أقوى إيران أقوى ليه بشو أقوى كيف ليه ولو بشو أقوى بشو أقوى وينه دورة لها مصر اليوم وينه دورة لمصر اليوم دورة لمصر اليوم مشغولي بحالة أولا ليش إيران مش مشغولي بحالة ليش إيران مش مشغولي بحالة مشغولي بحالة عشر تلاف مرة أكتر من مصر عشر تلاف مرة أكتر من مصر يعني الغرب عوام اليوم عم بتقول يعني عوام الغرب بإيران أكتر هني مفكرين حالهم عم بيعومه وقت واحد بيكون عم بيغرأ مفكر حاله عم بيعوم بعدين برجع بلك شغلة إذا الهدف الغربي هو منع إيران من بسط نفوذ خارج حدوده الجغرافية تماماً مثل ما كان الهدف الغربي منع صدام من بسط نفوذه خارج حدوده الجغرافية تماماً كما كان هدف الغرب منع بشار الأسد وقبله حافظ الأسد من مد نفوذه إلى خارج حدوده الجغرافية وبالثلاث حالات حكيوا بأسلحة دمار الشامل وانتزعوا ولا مرة كان انتزاع سلاحة دمار الشامل مقدمة لقفز نوعية لهذا النظام في اتجاه بسط نفوذه بوسائل مختلفة صدام حسين وقت اللي من بعد غزو الكويت ارتد إلى الداخل بقول أمريكان 13 سنة يقتل بشعبه ويطلع بس ما استمر نظامه بالآخر هلا بتقلي انه ايه بدك تنته 13 سنة انت يروح نظام الثورة بإيران ويروح بشار الأسد أنا بدي قللك انه انت اليوم في حرب لإسقاط الأنظمة التوتاليتارية بالمنطقة وهذه الحروب هي مجموعة معارك في معركة بتربحها ومعركة بتخسرها بس بالآخر الهدف لوين رايح المنطق اليوم بيقول المنطق اليوم بيقول انه برأيك هذا الغرب كله سوا بده يخلي إيران صير هي القطب اللي عم بيواجه الرأسمالية هلا هو القطب مش صحيح نفكر حاله بس هو مش قطب ما حدا قريه باختصار لو سمحت الترحيب العربي ككل علما انه بعض يقول كانت موقف المملكي متردد في هذا الإطار وما كانت راضي عن هذا الاتفاق ولكن هذا الترحيب ككل بيأدي فعلا لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة وترويد إسرائيل من خلال السياسية وليس من خلال الحرب إسرائيل إسرائيل هلا أول شي خلينا نكون واضحين إذا كان هناك من رابح في هذه الصفقة الإيرانية الغربية يلي إيران طرت تتنازل فيها والغرب تطر يتنازل فيها بمكان ما وبعض العرب معتبرين حالا أنه هني مهددين الرابح الأول في هذه الصفقة بدون أي اخسارة هو إسرائيل ما بقى فيه سلاح نووي يهددها ما بقى فيه سلاح كيماوي يهددها واسلاح التقليدي يلي بيهددها ملهي بسوريا وملهي بالداخل اللبناني سلام واستقرار بالمنطقة سلام واستقرار في المنطقة على حجم إسرائيل سلام واستقرار لإسرائيل وتداعيات طويلة عريضة على الأمن الداخلي اللبناني والسوري والعراقي أدي أحكي عن التداعيات على الداخل اللبناني تحديدا بعد التوقف للصراحة الثانية ابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم مشاهدين إلى القسم الأخير من كلام بيروت أستاذ نوفا لزيارة الرئيس بري مباشرة هي كانت مقررة قبل لطهران ولكن بعد هذا الاتفاق وبعد موضوع التفجير وبالتالي البحث بالشؤون الداخلية اللبنانية لجانب موضوع صفقة العصر اللي قلناها كذا مرة شو ممكن يحمل للداخل اللبناني من تهديئة إلى الوضع الداخلي ما بيحمل تهديئة يعني رئيس بري وتهديئة ما بيمشوا مع بعضه أنت بتعرف موقف موقع القرار هو بإيران للداخل اللبناني أهواضح بس أنه يعني ما ممكن الموقع الإيراني يكون موقع تهديئة الإيراني يسعى رجع بإلك كمان مرة اليوم بتمنى أنه ما يكون بنشوة الانتصار بتمنى أنه يكون اللي عم بيقوله الإيراني اليوم مثل الخبرية لو كنت أعلم طبع السيد حسن نصر الله بالألفان وستة بتمنى يكون إعلان انتصار هيك لامتصاص النقم الداخلية وإذا بدك هيك منع انهيار الشارع نتيجة التخلي عن السلاح النووي بتمنى أنه تكون عملية حرب نفسية مش فعلا عملية تهور جديدة لاستبدال السلاح النووي بمحاولة بسط النفوذ على المنطقة بسلاح تقليدي من خلال حزب الله ولواء أبو الفضل العباس والميليشيات العرائية الموالية لإيران بتمنى أنه هالموضوع ما يكون هيك لأنه إذا كان هيك فعلا يعني بده يكون عملية تصدير مزيد من الأزمات إلى دول المنطقة وليس تصدير أمن وأستقرار استاذ نوفل فيه أراء بـ 14 أدار بتقول أنه إذا كان حزب الله قرره من إيران هو من يقرر بانسحاب حزب الله من إيران من سوريا لأنه لماذا الاتجاه ما بيكون حوار مع تهران مثل الرئيس بري أو حتى من قاعدات أخرى البحث في هك في هكذا أمور أول شي مش الرئيس بري بيتحاور مع إيران الرئيس بري هو إيران الرئيس بري هو إيران في لبنان إذا لابد من حوار أول شي ما بيصير بطهران بيصير ببيروت بيصير الحوار بين الرئيس بري وقوة 8 أدار وبين قوة 14 أدار إذا فعلا بدنا نعمل حل إذا رايح يستقوي بالاتفاق ويجي يعملنا نسخة منه على الطريقة اللبنانية مش هتصبط معه رئيس بري يعني تعودنا على البلفات تبعه وتعودنا على هذا هيك الكف المخملي يلي بيمده إلي تحت منه في حفلة شوك وقد ما بدك تقوله مش ممكن يكون بين لقاء الرئيس روحاني والملك عبد الله الرئيس بري بيعملوا وصلة هيك لا 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 عم بحكي شي تاني في حال حيصير بموضوع الداخل اللبناني أي انفراد أول شي هذا مش موضوع الداخل اللبناني بيحلوا الرئيس حسن روحاني والملك عبد الله ملك عبد الله والرئيس حسن روحاني بيحلوا مشكلة إقليمية طويلة عريضة تنعكس تنعكس على لبنان وسوريا والعراق والخليج وكل العالم أما أنه هذا الكلام يعني بالنهاية تأثير إيران يكون نحن اليوم مشكلتنا بلبنان هي أنه حزب الله مش مقتنع أنه هو ما فيكون أقوى من غيره هو ماعتبر أنه السلاح اللي بإيده هو ورقة بإيده تسمح له أن يكون مواطن ممتاز درجة أولى بمقابل مجموعة مواطنين عاديين هدي إذا أنعم علينا بالمواطنية بيكون عظيم وما أنعم نكون نحن عملية حفلة عبيد عنده وأنتو عبلنين أه؟ عبلنين لا غلطنين كتير مش هيك أصدق أنه مش مهم مين بوصفكم لا 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 مش مش ماشي اللعبة هيك يعني لو بدأ تمشي لو بدأ تشتي غيامت مثل ما بيقولوا نحن اليوم في لبنان بتصور أمام مرحلة جمود جمود أمام مرحلة استقراء النوايا الإيرانية الحقيقية خلال الأشهر الستة المقبلة يعني منعرف الاتفاق الغربي الإيراني مدة الأولية ستة شهور من قبيل الصدف أنه بيخلص بذات الوقت تقريبا مع السلاح الكيماوي بسوريا بنفس الوقت مع الانتخابات بسوريا بنفس الوقت مع الانتخابات بلبنان وإلى ما هناك وبالتالي نحن أمام مرحلة هلأني بالوقت الحاضر إذا بدك هك محاولة قراءة نوايا الأطراف المعنيين لنشوف شو هي استراتيجيات البديلة هل ستكون استراتيجيات واقعية ونتعامل مع نتعاطى بواقعية مع السياسة ومع المعطيات وبالتالي منكيف حالنا مع المعطيات الجديدة مش نحن ك-14 أدار بس حزب الله وإيران بكيفوا حالهم مع المعطيات الجديدة أو بدون يعنتروا عن جديد ويفكروا حالهم إنه هلأ أخدوا نفس بدون ينقضوا عن جديد علينا بتصور إنه عنا عدة مؤشرات صغيرة كتير على المستوى اللبناني بتجعل حزب الله يفهم مظبوط إنه ما يجرب يلعب على اللعبة عنا تجربتين صغار رغم كل اللي بيسموه حالة ضعف وإنهيار لـ 14 أدار واللي بدك يه تجربتين انتخابيتين صاروا الأسبوع الماضي نقابة المحامين وانتخابات الجامعة اليسوعية ومن قبل انتخابات جامعات كتير نعم عندما تتعاطق وـ 14 أدار بوحدة صف وموقف وحدة رؤية وحدة مشروع ببين الفرق الشاسع وهذا الفرق الشاسع يلي صار بنقابة المحامين في بيروت وبالجامعة اليسوعية منه فرق أصوات هذا فرق الأصوات يعكس اتساع الهوة الكبيرة بين سياسة حزب الله والعماد عون وبين الشعب اللبناني وبالتالي أو بيقروا هيد القراءات وبيبنوا على أساس سياساتهم نعم أو بدهم يتبنوا قراءات عن طريق مثل اللي عم بيعملوها اليوم وبالتالي ينتظروا المزيد من الهزائم السياسية وإن كان في بإيدهم سلاح لأنه سلاح بإيدهم ما رح يجرح هالمرة علماً أنه جارع العون لأخته ما في وقت بيعتبر هيد الخيارات السياسية ما النصائب حتى مع التفاق مبارح عجبني قدام قدام موفد نسائي قال خياراته ربحت بالمنطقة نعم بس ما فهمت كيف ما برجع بذكرك بأول حلقة إنه فضل إنه في حدا بالزمان قال إذا ربحت بكون ربحت وإذا خسرت بكون ربحت وإذا مت بكون ربحت هيده طريقة جديدة اللي عماد عوني مبارح قاله شو ما صار بالدني هو ربحت مش ممكن نتقبل لإخساره نعم محبا بقى بدي زيد على هذا الكلام شكراً لألك أستاذ نوفل ضو عضو الأمان العامة لقوة الرابع عشر من أدار على وجودك معنا اليوم شكراً لألك وشكر أيضاً لكل المشاهدين يلي تابعونا إلى اللقر شكراً للمشاهدة